موسيقى موسيقى أهلا وصلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الاتجاه المشاكس حلقتنا لليوم عن المدراء والموظفين علاقة ثنائية متكهربة دايما أي مدير بالعالم مش عاش بشغل موظفينه ودايما شايف إنهم مؤسرين وأي موظف بالعالم بقولك إنه مديرنا بحرة علينا ليل نهار ولو ضوينا لأصابعنا الـ 25 عالفالي الحق على مين يا ترى وهل فعلا الموظفين مطقعين للشغل ولا فعلا المدير ما بيعجبه العجب خلينا نشوف سوا يعني الموظف إذا ما بتطلبش منه ألف شغلي مش راح ينزز ولا شغلي وبالتالي يعني الموظف دائما لازم يكون فيه متابعة دقيقة إنه ويتم تكليفه بأكبر عدد من المهام لحتى يكون بإنجاز يعني جزء كبير منها يعني بدون ما يكون فيه متابعة للموظف الموظف مش راح ينزز ولا شيء هلأ لو إنه المدير على حقية ما يحكي إنه إحنا كل إشي نستنى وبنياع الجاهز وما بدنا نتعب حالنا طب إحنا إيش بنسوي بالشغل يعني كيف الشغل بمشي لا هو المدير إيش بدون الموظف الموظف بدون الموظف الإنجاز والإنجاز يعني التزام يعني دقة يعني كفاءة هاي الأشياء المدير يعني اللي بيهمه دائما في الموظف الإنتاج هو يعني بشكل عام دائما بيعتبره ماكينة إنه بده ينتج إنتج 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 بس يعني من جهة تانية إنه إحنا بشر أكيد لا يعني أنه المهم هو بدي يشتغل يعني بس مش أكتر بس إنه مش إنه الرجل الآلي برضو لا يعني العكس الموظفين بشكل عم هم اللي مدللين هي اللي جاي معهم يعني الإنتاج بالالتزام هذا كل هم المدير بس دايماً تذكر إنه الموظف بشر المدير كل همه الشغل لازم يمشيه بأي طريقة ممكنة لو مهما كانت ظروف العمل المهم ينجزي العمل والموظف نشوف شو بحيه يعني هو لو يقعد مكانه وبدو يشتغل هاي الشغلة ممكن يقعد عشرة ساعات كمان مش ساعتين في الشغلة فهو مش مكاننا عشان هيك بحكي هذا الحقيقي ما بفكروا هيك المدراء المدراء عندهم قناعة إنه شغله لازم يمشي وبالأخير أنا بما أنه يعني مسؤول عن هاي المؤسسة المفروض إني أحاول أخرج العمل بأفضل طريقة ممكنة يعني ما إلهاش علاقة بالاستغلال طيب أنا دائماً بحكي أنا حسب تخصص الشغل النظيف بودواقع تمام؟ بس برضو ضمن الإطار معقول موظف بالنهاية يعني هو بودوا يخلص هالشغل بدأوا من 8 إلى 2 إلى 3 إلى 4 وبعدها خلاص يعني فز بالشركة وبالكل إشيء وبالمحال هو ما إله يعني خلاص الشغل النظيف بودواقع والوقت حقه مصاري بس يترى المدير بيعامل موظفينه بنفس الطريقة؟ أنا بالنسبة لي لكل الناس سواسي يعني سواء بنت حلوة أو شاب هلو أو غيره يعني ما مش راح تكون مش راح تفرق يعني الأمور بالنسبة لي أنا كل الموظفين عندي سواسي إلا ما يكون في حدا مميز عنده أكتر من التاني حتى ممكن يكون في حدا أقرب لألبه أكتر من غيره حتى لو مش من ناحية شغل ممكن من ناحية شخصية لأنه ما بيقلب الكيوت عادي يعني بيكون طبيعي اللي يقلبه أقدمية بيعامل بطريقة مختلفة شوي إنه صار له فترة معها اتهامات كتيرة بالتمييز وخاصة إذا كانت بنت أو موظف قديم بس صدقوني المدير همو الوحيد إنه يحقق أكبر قدر ممكن من الإنجازات وبيضل يعطي أكبر قدر من المهمات حتى ينجزوا أكبر قدر ممكن بحس فيه بس مش راح يكتر كله إنه أنا بحس فيك يعني النهاية لأن المدير بفكر كل إشي بيجي على الطاير يعني مثلا بيحكي لك لو خلص لي المشروع الفلاني بفكر إنه المشروع بده نسعة وأوصلا بيكون بده ثلاثة أيام هم الكتير مستعجلين وبفكر كل إشي على الطاير عشان مش هم اللي بيشتغلوا لا أنا أي شغلة الآن لو الموظف أو لو العامل قام بعملية ترتيب لوقته أعتقد إنه كان من السهل عليه إنه الآن سوف يستطيع أن يقوم بأكثر من شغل أما تحكي لألف شغلة ما حدا بطلب ألف شغلة إذا هو شايف إشي تاني لأنه هو اللي بيكون قاعد مش إحنا اللي قاعدين هو بس بعطي أوامر إحنا اللي الشغل فوق راسنا وإحنا اللي بنشتغل وبيجي قاوة أنا وصلته شو صار معكم مش عارف شو في ناس بتحب يعني تأخذ الإشي كواليتي ومنيح وحلو وتمام وبوقت قصير أنا مش من هذا النوع بحب أعطي الإشي حقه بس أحيانا نزبون اللي بحكم الموظفين دايما معترضين وخاصة على التأخير بالليل هما بيجوا من الصبح والمدير مدير يا عمي بيجي أمتى ما بدا يجب لنا سيارات أو يجب لنا سيارة تصير يتوصلنا تيجينا في المقتل المعين حلو وقتها بصير ما فيه إلوحاتي إحنا بنعذر كل إنسان عند الظرف بنعذره بس بالأخير أنت مطلوب منك تقدم عمل وهذا العمل لازم يكون عمل متكامل وعمل بيرفكت طيب ليه مثلا ابن أختك ما بيشتغل زينا؟ ليه ابن أختك ساعته دبل؟ ليه مثلا ابن صاحبة أبوك بيشتغلش كتير؟ بيجي أمتى ما بدا وبروح أمتى ما بدا إنه كتير بكتروا ظروف الطارق وبعدين وبصير إنه كل يوم الثاني عنده ظرف طارق يعني يوم بنشر العجال يوم رحت علي النومة يوم برد يوم شتاء يوم منبه بتأخر براحته لأنه مدير وهو شايف إنه هو بصح له يعمل اللي بده إياه وإنه الشركة شركته وإنه هو المسؤول عنه وإنه ما في حدا بيحاسبه ما في حدا بيعاقبه مين الموظفين هدول؟ بدأ أشوفي لوبة اللي بيحكوا كتير احترام مواعيد للعمل يعني إنه أكي مثلاً نتأخر خمس دقائق عشر دقائق ما في مشكلة بس إنه يتمادى ويكرر العمل مثلاً لا، منحق المدير إنه وقتها إنه يتصرف حجج التأخير الصباحية عند الموظف دايماً جاهزة يا بنشر العجل يعملنا حادث يا ست أمي مريضة بس يا ترى هل المدير فعلاً بيشتغل زي الموظف ولا بس بقعد ورا هالطاولة وبتعامل بغرور؟ المدير هو المسئول، المدير هو اللي عليه كل المسئولية، المدير هو اللي لازم يقبض مصاري، المدير اللي لazم يدبر شغل، المدير اللي لازم يكون في عنده الكونيكشنز، فبالأخير الموظف قد يعتقد أن المدير ما عنده إشي بس المدير بالأخير هو مسؤول عن كل شي المدير عادة بدخل مغرور شايف حاله بحكي إنه وين وصلت وشو اشتغلت وشو عملت ناس إنه إحنا الموظفين إنه إحنا اللي مشغلين الشركة وممشيين الشركة لا ما هوش مزبوط هذا الكلام يعني الموظف ما عندهوش غرور عام بالنسبة لي مثلا كمدير ما عنديش غرور بتاتا بعتبر حالي كفرد من ضمن مجموعة كنا بنخدم لنفس الهدف بس أنا دوري إني يعني أكون متابع للأمور وكيفية تسير الأدالة لو إنه هم شايفنا بالمكان المناسب كان محطنا للشغل في هذا المكان بكون إنه معاملتنا يعني إخوة وأخوات يكون مبسوطين مع بعض يعني أصلا بشكل عام لازم يكون كلنا مرتاحين عشان يكون لنا ننتجين وخاصة أنا شغل شغل فني فإذا ما كناش مرتاحين أو في مشكلة بالشركة يعني نفسها محدش نرح يكون لهم الداية بعكسها بليش على شغلة يعني علاءة المدير مع موظفه فعلا علاءة متكهربة جدا بس عشان يمشي الشغل صح لازم الموظف يحس بشعور الأسرة لأنه بيقضي نص يوم وبالشغل زي ما بيقضيه بالبيت وعشان يكون فيه انتماء لازم يسمع شكرا ويعطيك ألف عافية فيا مدرة خف شوي وأعطوا حب وشكر للموظف لهون مشاهدين منكون أنهينا حلقتنا لقونا بحلقات جديدة واتجاهات جديدة اشتركوا في القناة